القرنبيط الاسود البروكلي او ما يسمى بالقرنبيط الاسود يعد من اغنى النباتات بالمواد المضادة للاكسادا والتي يتم تحمي الخلايا من التلف والسلطان وهو يحتوي على كميات وفرة من المعادن والفطامينات الاساسية ويحتوي كوب واحد من البروكلي المطهو على اربعين سعر الحرارية يزود الجسم بضعف الحصة الغدائية اللازمة في من الفيتامينات الجيك وثلث الحصة الغدائية اللازمة من الفيتامين ا والحمض الفوليك كما يحتوي على الكالسيوم الحديد والبروتين وهو غني جدا بالبايوفلافينويدات التي تساعد في الوقاية من ساطا اضافة الاحتواء على الانسبة عالية من الالياف وهو غني جدا بالمواد مضادة لاكسادا وهي تلك المواد التي تحمي الخلايا من الطفارات والتلف الحاصل بسبب الجزئات غير المستقرة يؤكل نيئا او مطبوخا ويفضل ان يكون مسلوقا بالبخار بكمية قليلة من الماء ولفترة قليلة حتى لا يفقد فيتامين الجيك او المواد المفيدة الاخرى وتستطيع اجمال فوائد هذه النبتة نبتة القرنبيض على نحو التالي فاولا فهو مفيد للجهاز العصبي حيث يحتوي البروكلي على كمية عالية من مادة البوتوسيوم والتي تساعد على تحسين صحة الجهاز العصبي للانسان كما يعد الغذاء الانثل لتعزيز عمل الوظائف المخ ثانيا يضبط ضغط الدم الى جانب المادة البوتوسيوم يتكون البروكلي ايضا على عنصر الماغنيزيوم والكالسيوم والذان يساعد على تنظيم المعدة الضغط الدموي ثالثا يقوي وياقي من نزلات البرد حيث ان البروكلي يحتوي على فيتامين سي يجعله احد اهم الاغذية التي يتاقل انسان من نزلات البرد كما يساعد ايضا على علاج والقضاء عليه رابعا فهو مفيد ومقوي للعظام يعد الكالسيوم احد اهم مكونات البروكلي حيث يحتوي على مستوية عالية منه ايضا فيتامين كا وكلاهما مهم لصحة العظام والوقاية من مرض الشاشة العظام خامسا وهو يعتبر احسن وقاية ويقي من الجهاز المناعي حيث يعتبر كوب واحد من البروكلي اه هو معزز الجهاز المناعي حيث يحتوي على عدد من المعادن مثل الزنك السيرينيوم والتي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي لجسم والوقاية ضد الامراض الموالية سادسا الوقاية من السرطان حيث يحتوي البروكلي على مادة الكلوكورافينين التي تعزز من مناعة الجسم ضد مرض السرطان حيث يخلص الجسم من نوع من البكتيريا التي تساعد على زيادة احتمال احتمال الاصابة بسرطان المعيدة ايضا يحتوي البروكلي على الاندول ثلاثة الكريبينول وهو مركب مضاد للاكسيدا ويقاوم المواد المسرطنة وايضا يعزز وضائف الكبد سابعا فهو مفيد لجهاز الهضمي حيث يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الالياف ويساعد الجهاز الهضمي على تسهيل عملية الهضم ويمنع الامساك كما يساهم في خفض نسبة السكر في الدم في حالة الافراط في تناول الحلويات ويلوة على ذلك يحتوي كوب من البروكلي على البروتين بما يعادل كوب من الارز او الذرة بسعرات حرارية اقل تمنا وهو مفيد لصحة عينك كانت دراسة سابقة قد اظهرت ان مادة الكاروتينويد المتوفرة في البروكلي تساعد بسلاما اعتام عدسة العين وكذلك تمنع سرطان العين بالاضافة الى ذلك البروكلي هو مصدر جيد من فيتامين او والذي يساهم في تشكيل الشبكية تاسعا واخيرا فهو مفيد للقلب والشرعين حيث يحتوي البروكلي على ناصر تساعده للحد من سماكة الشرعين في الجسم الانسان وبالتالي فهو يساهم بشكل كبير في الحماية من اصابة امراض القلب والسكاتات الدماغية اذا كانت هذه بعض فوائد البروكلي او ما يسمى بالقرنبية الاسود اذا اعجبكم هذا الفيديو اضغط زر الاعجاب واشترككم اعلى في القناة ونرتقي الفيديو اخر ان شاء الله والسلام